استضافت وزارة الخارجية جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر ونرويج على مستوى مساعدة وزيرية خارجية البلدين تناولت جولة المشاورات مراجعة أطر العلاقات الثنئية وصبل دفع التنسيق السياسي في ضوء اللقاءات رفعة المستوى بين قيادتي البلدين بالإضافة إلى ترحيب الجانبين بالعمل على تعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر وبخاصة في مجال الطاقة النظيفة داعيين لتطويرها وزيادتها وتنوعها عبر تعزيز قنوات الاتصال بين الطرفين كان امتدت المشاورات لتشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كمتعددة الأطراف ووضع حقوق الإنسان ونتائج مؤتمر قب 27